السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة يا رب اليوم فيديو جديد قبل ما نبدأوا الفيديو تاعنا نرحب بكم كامل عندي ونرحب ايضا بضياف للتحكم اخرى للقناة ان شاء الله يا رب يعجبهم المحتوى ونلقى منهم التفاعل وبلما ننسى المشتركين الاوفياء العزاز دياولين نقول لكم شكرا لكم وبرك الله فيكم على الدعم المتواصل لمحبير وزينات يومية الفراشة البليدية اليوم نط بكري اليوم نهار الجمعة الريح راه عندنا وش نقولكم والدنيا راهي حمرة 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 السماء متبعنش نط بخلال يش نرقد في الحق للكامل وهو يسفر بلكن ان شاء الله يجيب معا خيره نط بكري اللي هنا بديت صبيحة تاعي بالفطيرة كنت عجنتها في الليل وخليتها لصباح كما راهكم تشوفوا الريح نشف لي كامل انوار تاعي الخزمة تاعي لاني مستحفظ عليها دارت لانوار الله الله ريحتها تهبل سقيتوا شوية بهم ما ينشف ليش شوفوا من اللي ربيتها صغيرة صغيرة كبرتلي ما شاء الله عندي زوج وردات مربيتهم من اللي كان نصغر هنا قبل ما نشرب القهوة تاعي بديتها بسنامكي اللي حبت تبدأ معايا الريجيم أنا راني نفخت شوية راني بنهار تاع الجمعة اليوم بديت تنظيف للبطن تاعي رح نهار كامل وانا نشرف بسنامكي رح ندير تنظيف كامل للبطن يعني كل حاجة رحي في البطن تاعي رح تخرج كاس وكنت غازات ولا يعني اكل عالق في المعدة المهم اي حاجة رح تخرج معايا سنامكي كنت شربت في الليل قبل النوم شوية وصباح بديت بيها اللي هنا رح نستقه هوا كما كنت شوفوا وجهت تفطيرة خفيفة وحبه قعطو وشوية قهوة بتاع القال كاس اللي ولي بدلته بهندي للسكر رح تراح تنشرف تلقي تعمل اي مية للفراشاتي ارواح وتفرحوا معايا مشتركة من ولايات الجلفة بعثت لي روينته حم كيمرا كثوفو مشاء الله خدمة يديها كل صباح بسناعة اللي بعثتها لي سموها عبد المولا اميرا تكن في جلفة مرحبا او روينة و او روينة رب يحفظها و رب يهنيها و رب يكملها و رب يكملها ان شاء الله رب يحنيها ان شاء الله كما سوف نرى سوف نرى الوصفة مدهة هي انا كس السكر والتي احبت تجرب هذه الروينة تنقص السكر لما يحبش الحلاوه يجبني اعطي في كيسان تحضير قمح او روينة نبهة هههههههه انا نجل في ملحة 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 و قرصة ملح انا كنت تدعيها ملحة 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 اليوم صباح صباح لله مع الملح قهوة سكر وضعت الملح وضعت اروينا مقابل درتها بعدها نزيدت غير شوية الوليدي كما راكو تشاهدون خلطتها بسستها بالزبدة من بعدها لا يغلي لا يسخون نحرك حتى نتحصل على اروينا هنا كل واحد يحب يديرها كيف يحب يديرها زيت زيتون ماذا نقول لكم بنتها ماشاء الله تختلف على اروينا ستيبازا انا المشتركة ربي يحفظها كيف تلحقت لي اروينا والله مسكينها سوفرات وتعبت حتى خلها زمزم ربي يحفظوا تحية كامل للناس الجلفة ولا ننسى المشتركة اللي بعثت لي شخشوخة مقسنتينا واللي بعثت لي الجوزية واذا نقول لكم ربي يحفظكم والله يراني فرحانة بالتعامل معكم وحتى كانت الكثير مشتركة يبعثوا لي وصفات في الميسانجر ويتواصلوا معي والله يراكم خياتي عند ربي وهذا المحبه ربي يدومها ان شاء الله شوفوا النتيجة اروينا خرجت بزبزب بصحتكم ويعطيك الصحة يا اميره ربي يحفظك ان شاء الله لي اميره شوفوا ملح حجري موجود في عين معبد في ولاية الجلفة ايضا ملح مهدا يدقه ويطيبه في المكلاة عادي وايضا ملح سخوله في الجميل ومعبد الملح ملح ملح لصفي الكلاوي والمرارة وملح السكري وعندت معلومات عليها المرة جاءة سوف نقوم بفديو بالتفصيل شوفوا يا اميرة نحن نتيرى ناكل فديك الروينا وهذاك التفصيل سوف نمده كهدية بعد ما كملت المرويناتها اميرة وكامل يعطيك الصحة يا اميرة وش نقول لك ربي يحبطك والله فرحت 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 رغم ان روينا هالي لحقتني للدار كنت انا في دارنا كنت ضيفها عند الامتاعي رغم ذلك يعني وصلها خالها للزوج تاعي ربي يحفظه ان شاء الله يا ربي وربياتي هوش راح متمنى وربي يكمل لك في فرحك يا اميرة اختي وتحية للناس الجلفة وتحية الكامل للناس العزاز عليها وتحية الكامل للناس الولايات الولايات كامل حتى اوليت الهضرات اللي فتلي من قوة الفرحة يعني الجاس اللي دارته لأميرة ربي يحفظها يعني والله اوليت متقربة كامل نحس كامل خاصة كامل نحضر واحد يقول يا ماما بنتي ماما وش بيك يبقى لها بنتي يقولها لا نحضر معاك نحضر مع المشتركين تواعي صعي الحين انتعرفوا بنات الجمعة من الصباح راقدة ونصباح ونصباح كامل ولستخدمت في جوال ايام ايام قلت من خرج لي لا يوجد عمل جدد أقرأت من أجل في الأصباح سأجعل ننطق المنزل و سأجعل مباشرة نتجم فرصة نتجم فرصة اسم المنزل يجب عليك إمكاني قهوة نحصل للسفحين انا تفتح ساورة البقارة لكن تفتح الصباح و كانت الصباح و كانت تضلي This is a routine الكامل ويسر حيث يتوقع نحب تكون خفيفة لا نحب نتخدم فيها شغل بزاف كما كنا نتوقع فيها المنطقة يسموها ضايا بزاف هيلة وحبت نوريها لكم في البليدة جوليها من كل بلايس بزاف شابة ساعة زهر ريما كاش الريح ما عليش كل عطلة فيها وان شاء الله يا ربي هذا الريح يجيب اجتمعه اليوم جاتني العينانة قلت نهار في قلب نهار اللي نكون محتجتك وحب نغسل القش بزاف ورداوات والفرش ونقول يا ربي تجي العين ما تجيش ونهار اللي راني خدمة كل حاجة وما عندي شغسيل وكامل والريح مكشفة نفتح تواقي ونخرج الفرش ونبدأ الفرش جيته تعرفوا وطلق هالي حتى الثلافة بهراحت دائما يدير زكارة في هذا مول العين دائما 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 المهم بعد ما كملت كما كنت شوفوا بعد ما كملت هذوك المواعن وكامل لقد قلت لك كما قلت لك فلنبدأ انني محببحة وما زالي ما عندي شغسيل وانني في الخمسطاش اليوم تقريبا في الخمسطاش اليوم وانني شغسل خلاص 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 راحت لي بحبش ترجع هنا بعد ما كملت هذوك الموعن وانت على القهوة كامل راح ندير الطعام راح تلليت على لبصل لا تلقي لبصل ذاكو المدور الأحمر لقيت هذا لبصل الخضر مع لي شدرته خفيفة تطعام بلجاج مرقاب بيضة كما راكو تشوفوا دايما نقول لكم حبو باتي دايما نقلي والبصل مع الجاجة مليحة مليحة الخضرات باش تجيكم الماكلة ابنينا حبو الماكلة تجيكم ابنينا مترموش غير الماكلة وتجروا وتديروا لها المبارد خاصة اللي قولوا باللي الماكلة تجيسها حتى اذا طيبناها هنا بعد ما قليت مليحة مليحة حتى ندرغير الزلوديا بارك لا ندرش القرجة نخليها في نص طياب اللفت دوماج ما عنديش اللفت قالي والله مراني شرياته والحميصة طيبة زي ما نص طياب هنا غطيت على القدرة كما راكو تشوفوا زي ما الحميصة شرها لي ما نعرف يعني تبان طيبة نص طياب والله اعلم غطيت على القدرة بعد مغلت القدرة في نص طياب ندرها الحميصة تبقى شدة روحة هنا الطعام تعيدت له الزيت هنا المرة اللولة اللحنا الماء و الزيت 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 مشربة القهوة قلت لها ادخل الشمبرة بماء نوره الريح قلبيها وخمليها نحي الحوائجي ما تحتاجه ليس على خاطر لا شرج في جهتها بل بزاف كما راكو تشوفوا ملحة 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 كما راكو ملحة بماء ملحة 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 لبس وفرحة نبيع هنا بعد ماء طعام زبدة نحيته كما راكو تشوفوا مقتطافات منا ومننا لخاطر لك نصور كل حاجة بالتفصيل رايح الفيديو و راح يجيلي نهار كامل ما يكفيش مجيبت لي فونت عراجي وتعبنتي و انت بعد ما كملنا اه هنه هنه واجد اي دائقي حالي قلت لي باش نروح للجامعة اكون تعرف قدومة مينما حلفت عليه قلت والله ميضايح والله ميتدفق ليش طعام حالف حالف ميقعد في الجفنة كيموار اراكوا درت زرودية و درت كورجة تخصت معه طعام يقومي في اللفت والليفت هذا هو طبسي و شهيتكم في الجنة هنا بما ان الريح نحب 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 و بنتي هزت لي زرابة سيقنا غير حاجة خفيفة يعني ما كنت رايحة سيق و بعد هزتهم غير حاجة خفيفة غير مصحة خفيفة نعس فيهم و نربي فيهم و نربي في تطبيق ان من هنا نحب 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 جيدة و favourite نحب 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 ذهب نحب أرداري وتمسرخ و نربي فيها لنربي في بعض الاقل هنا نحب نحن لديها صديق نربي أرداري ترى انها في الحقمه نحب نخدم فيها الشغل نحب نخرجها بس اقلت بالكي يجيوني ضياف مور الظهور وكامل بسك عندي حباباتي مزل من لا فامي مزل ما جونيش قالوا لي رح نجيكم يعني على خملت الدنيا وكامل هالي هنا اللي كنت غرستو معكم مقبل البنات اللي قالوا لي كيف شرحت كونج للقارس والتشينا وكامل هننا رح نعطي لكم الطريقة التعيلة هنا بما انه جبت هذا القارس من السجرة في دارنا قدرته عليكم يعني اللي يتبعوا الفيديوهات التوعية روتيناته كامل هم شايفين هذا القارس اغسلته في الليل ملي حكيت ونحيت له كامل هذك التراب وكامل هذك الحبيبات الكوحة اللي يجوا عليه وخليتوا ينشف الليلة في كاملة بح نشف لي هنا انا ما شاح نسكرفج بحنا ندي زي ستاعه لا لا نحنا نسكرفج الا زوج حبات فقط نسكرفج القارس هذا ما كان على خاطر اللي هنا هاد القارس انا نحبش نخبي ذاك الزي ستاعه وهذا صفر بزعف نحب نخبي ذاك الزي ستاع القارس ذاك الخطر فهمتوني وذكره وكاين شوية قارس في دارنا في السجرة دايما انا نخلي حباتها داخل فخي جيدا ونسكرفج ممكن نحتاج للحلوة كما راكو تشوفو اللي حبت تخبي القارس تغسله تغسله مليح وايضا اللي عندها سجرة احسن ولا اللي تعرف كاش واحد تضمن عليه به نحيلها القارس اللي ما طاحش في الارد فهمتوني اللي حبت تتخبي القارس تبدأ تخبي بصح احسن بحنا نخبيها في فريجيدان اللي ما طاحش كما راكو تشوفو هنا مانيم سكرفج تغيز وشي حبات برك هذا ما كان ماشي بزات اه اه نحن نبدأ نخبي القارس وان شاء الله هالمرة جاية كل مرة راح نخبي حاجة نحن ندلكم روتينات ونوري لكم وش راح نخبي ان شاء الله يا ربي هكذا يا يامره هم يجروا يعني نغمضوا عين وفتحوا عين حتى نلقى وشهر رمضان يجري ونحن مازا مادرنا هنا عندي اليمينيوم وعندي اكياس للسكر يعني الشيط حق الفي نحتاجهم ندير فيهم القارس التاعي ولا اي حاجة هنا يا لبنات ندير لحبات المتوسطة الحجم هادو راح نديرهم في الانيمينيوم كما راكو تشوفو نقلب الانيمينيوم على وجهه يعني الجيهة اللي تبرق نرجحها للداخل هكذا ونغلق على الحبة كينا ملاحظة بزيف شتهم قالوا باللي كديروا بهذا الطريق قارس اخمج لهم صح يخمج لكم كي يتحلكم هذك القارس في الارض هذه الطريقة لا يجب ان تقوموا قارس تشريوه وخاص تقوموا بها ناجحة مليار في المياه انا نخبي القارس بثثة شهر ربع شهر يبقى لها كاك حبة جدد وطراية ما ينشفوا ويبقوا يشغل نحيتهم هنا بالصح القارس تنحيوه لا يجب ان يطح في الارض يسوى قارس يسوى تشينا واذا تحكم في الارض ودرت فلان يمينين سيخمج لكم فهمتوني علاقات لكم لازم تجيبوا القارس من مكان يعني موثوق القارس واذا شريته من عند الخضار ومشي موثوق حتى واذا قلت بلي ما طاح عفو بلي كون طاح سيخمج لكم لازم مرة على مرة تطلعوا عليه ومن الاحسان تخبيوا الحبات الصغار ومتوسطة الحاجة اللي عند عفري جيدا يقدر يعني يستوعب كمية على القارس انا عندي جيها نخبي فيها القارس ونجب دوب في وقت الحاجة مايوناز اكون فهمين بالصح القارس الكبير ونرى لكم كيفية طريقه وهذا القارس يشد فترات طويلة 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 والله ما يخسر لاواله حتى تحبو انتم تنحيوه بصح لازم تخبيوه يعني بطريقة صحيحة اني درت انا كمية هذا المرة نخبي شوية والمرة الجايزة يشري لي شوية كل مرة شوفوا البنات هذا القارس الكبير لديه اللحمة بزاف وش ندير هذ القوشور هذو نحيهم طبقة رقيقة يعني بالنسبة للقارس او للتشينا فهمتوني كانت تشينا اللي يجي خشينا بزاف القشرة تحجي تهبل نحيها رقيقة بالبزاف ونخبيها نيبسها في الكوزين يعني نيبسها في بلاسانقية حتى تيبس مليح مليح نبدأ نرحيها نستعملها كيمالافاني كيمالافاني ونقبيها للموسكوتو والحلوة المهم هذا نبسوا وندسوا هذي الطريقة بزاف مليحة وحتى انه تاعة تينا يمليح بالبزاف يعني نديروا بيه لماسك للبشرة ينحي لهم هذه القشرة وانتسسها انا تكلمت لكم يتشينة يالقريس بعدما قلنا نحيت لها كم من هذه القشرة كما راكتو تشوفوا هذا الطريقة المفضلة عنددي في تخزين الليمون والبرتقال البنات والله أفضل ألف مرة من هذه من هذه نضيف يجب ان يقوموا مرحلة يقوموا الى كيس افضل طريقه للتشينا والقارس افضل طريقه تقشري ملائك فى القارس نحاول البيضه في بيضه خاصة القارص الكبير فيه بزاف الحمل داخل يعني اللحمة تجي بزاف حيلة حكا هذا الطريقة ديروا بها جود ديروا بها اي حاجة يعني كتحبوا تنحيوه خاصة في الصيف و لا يعني لما ديروا المبارد لاوالو ديروا المسخون تنحيو كمية تعشينه وتقاس انتم ديرتوا أروا وأحلى وأبرد عصير برتقال وقارص شوفوا ما فيها شحة عظمة لداخل هذا القارص كما راكو تشوفوا بهذا الطريقة نخبي انا الليمون يعني ندير بزاف يعني ندير بهذا الطريقة و ندير حتى مراكز الليمون مراكز الليمون و تشينة مازال باش نديرهم حتى تدخل هذه كتشينة صغيرة بتاع خمسة الاف من بعد ندير هنا مراكز هنا هذا ندستو علاجه و نخليه ينشف من بعد نوري لكم كيفاش هنا عندي اكيس للسكر هذك الليمون كل كيس ندير فيه زوج حبات الليمون انا دير عباري زوج حبات الليمون في كيس واحد نقطعهم مربعات هذا الطريقة بالنسبة للليمون او لا لتشينة هكذا نحن لدي كمية تشينة انا اعطيت لكم افكار فقط ان شاء الله نشري تشينة نوري لكم ثاني كيفاش نديرها لكم طريقة هبل و نصيحة فقط لما عندها فريقو في الدار والله يغير شو فريقوات أباكم دار بلا فريقو والله نحسها ما يشتار فريقوات لا يرفض يعني يرفض حاجة قليلة و حاجة نستعملوها كل يوم بصحة الفريقو و يرفض و يستعملوها كل يوم و يستعملوها كله لديه لديه فريقوات شعر و ينبغل و يحسنت من الوصف و ينبغل لكم لديه و ينبغل هذا للمون نقطع شرائح و ينبغل شرائح شرائح الحقيقه هكذا في رمضان ربيحية نحن نحضر على رمضان نحضر على الصيف وكامل وحديد السلاخات تعرفوا القارس والبستينة في رمضان وكل حاجة تولي غالية ان شاء الله سوف نكونجلها سوف نقوم بإمكانكم فيديو هكذا يحب تتعاند نحن نمشي وغير في المعاندة كما راكو تشوفوا هذا الابراج للقارس في رمضان قريبها ينفرغ الشرب قريبها ينفر بورج تبسيط على شربة او في الشربات نحن نرمي داخل الشربات او حتى نعصر كيمارا يعني نصنع العاصير التوركي يعني حتى نزين بها لتغطولات المهم هذا الابراج او اكياس كما راكو تشوفوا هنا بعد ما كملت شوفوا بعد ما غلقتها كمية صغيرة يعني هذي القارس مستجرة يعني المرة جاء ان شاء الله نزيد عندي لحنا يا إبرة نثقب هذوك الاكياس كامل ندير لهم ثقبة نضغط النفس يخرج كامل في الفريقو ولا في فريجيدا خلال من هذوك الابوات يعني ندير كمية في البواطة فوق البواطة يدولي البلاسة هكذا نزير عليهم حتى نتخرج هذا النفس روعة حاجة اقتصادية و هكذا باش ننضب الفريقو ننضب الفريقو ان شاء الله تعجبكم طريقة وكل واحد عنده طريقة والمرة جاء ان شاء الله نديرو مركز الليمون و مركز البرتوقال ندسوه ان شاء الله للصيف كما نزوج تاعي ما يشرب ليش الكوكا و كامل الضروري هذا يعني شربة القارس و تشينا كما راكو كما راكو تشوفوا انا نديروهم هنا في هذا السلة هذي نرقدهم كي يحكموا وحدهم على 24 ساعة ولكن نخدم حاجة واحدة اخرى نحيهم و نهبطهم التحتها هكا باش يحكموا لي يعني شكل التحهم فقط نضغط عليهم بهم يدوليش البلاسة كما راكو تشوفوا ما عنديش بزاف مليدرة الكومروتين تحت تنظيف الفريقو و نضفته و نتوقع نوجد كل حاجة تنصف في فريقو و ربيحينا من رمضان و من السيف و لا يجب ان يكون مكلة فقط عبادة لن تحتاج لها لخاطر هذه كل وقت بسيح الامور و كما تتحرك و كما شاهدت و كما تشوفوا هذه الكوشه نضيفها و نضيفها في فريقوه و كما تشوفوا فقط نضيفها و نضيفها كم نضيفها الآن وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله يعجبكم فراشاتي نقول لكم ومطلعوا في الوقتك وما تنساوش الجامل الفيديو تحية لعبد المولى أميرة من الجلفة نقول لك شكرا عليك على روينا وطلع في روحك وإلى الملتقى إن شاء الله